ترجمة نانسي قنقر تم استخدامه في عديد من دول العالم هناك ثلاثة أنواع أساسية في التطعيمات بصورة عامة ولها علاقة بالكوفيد-19 النوع الأول واللي يكون هو أكثر الأنواع من حيث التقنية الجديد والتجارب عليها قليلة ولكن بدت في أكثر من تجربة لها علاقة بالكوفيد-19 وغيرها من الأمراض الفيروسية النوع الثاني اللي هو ليه علاقة بنوع ضعيف من الفيروس ولا علاقة بأنه يكون ناقل للفيروس فتأخذ جزيئات من بروتين مستخدم وهذا في خبرة جداً عديد من السنوات تأخذ جزء من الفيروس نفسه هو الكوفيد-19 مع فيروس ثاني يكون ضعيف جداً لا يستطيع أن يسبب مرض وينقل عن طريق الحقن إلى المتطوع ومن ثم في جسم الإنسان تصدر الأجسام المضادة من جهاز المناعة فيكون نحن جاهزين لو لا سمح الله تعرضنا إلى هذا الفيروس في المستقبل النوع الثالث واللي هو أكثر فيه خبرة عالمياً واللي هو نفس النوع اللي يتفضل بسعادة الدكتور وليد اللي هو نفس التجربة المرحلة الثالثة من التجربة السريرية الموجودة في مملكة البحرين اللي هو لقاح المعطل وما معنى هو أنه بصورة عامة يأخذ نفس الفيروس ويكون مقتول فما يسبب مرض أو يأخذ جزء من هذا الفيروس لبروتين الأساسي اللي ممكن يعطينا مناعة فيدخل في اللقاح ويعطى إلى المتطوع وبعد فترة طبعاً الجسم والجهاز المناعي يتعرف عليه وينتج الأجسام المضادة اللازمة في حين تعرض المريض أو اللي هو المتطوع للفيروس فيكون عندنا مناعة كافية لمواجهة هذا الفيروس وما تطلع علينا أعراض المرض بالتالي وهذا النوع الثالث اللي هو الأكثر واللي هو طبعاً فيه خبرة على مستوى العالم سنين عشرات السنين ومعظمنا معظمنا في مملكة البحرين في العالم أخذنا هذه التطعيمات وحتى أطفالنا أخذوا هذه التطعيمات في مراحل متعددة فهي الأكثر يمكن أمناً والأكثر خبرة على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر